السلام عليكم وأهلين فيكم في فيديو جديد نتكلم معكم الآن عن انطباعي للنسخة التجربية الأولى iOS 14.6 الشي الأشياء اللي لاحظتها فأكثر من أسبوع تقريبا من حين نزلت النسخة هذه طيب لو بنشوف النسخة 14.6 هل فيها ميزات تكلمت لكم أول ما نزلت النسخة سألت لكم فيديو منفصل هنا الفيديو لحق الانطباع كبداية ما شفت ميزات جديدة في النسخة شي واو يعني وهذا الشي من أبل عادي أول نسخة قامت تسويها كذا أول بيتا بيتا الأول والثاني حين ما تنزل كل الميزات الثالث والرابع تشوف ميزات أكثر أحيانا الثاني برضو فتوقعنا لازم نتظر للبيتا الثاني ونشوف بعض الميزات لو نخش برنامج الفيدباك هنا نسخة 14.6 مثل ما نشوف هنا ما في شي ما في شي جديد بس نزلتك إياها بس كذا بلت نمبر تغير بس فكنسخة ما فيها ميزات لكن ستل بيتا إلى الآن هذه بيتا يعتبر ففيها سلبيات كثيرة بالنسبة لي مرة تعليق يعني ما تشي أقول لك يعني حيانا الوالد قال لي في جوجل دو أفتح البرنامج الشاشة السودة أطلع منها حيانا نفتح تويتر الشاشة السودة أطلع منها أحيانا نعلق الجهاز نفسه ما أقدر أسوي شي أطلع أروح أرجع ما يسوي شي والكوننكت برضو بينه وبين الإيربودز مرة يعني مزعد جدا أفتحها البس السماعة ما يشبك أرجع أفتح السماعة وأضغط هنا وأشوف الكوننكت بينها أشوف السماعة هنا وأضغط عليها وأحيانا تشبك حين ما تشبك وأحيانا أضايق إنه في شخص قاعد يكلمني ويشبك عليها وحطت السماعة وهذه المشكلة كلها فكسوفتوير في تعليق مرة مش عاجبني انتظر البيت الثاني إن شاء الله يحسن هذا الشي والتعليق برضو موقف كده حتى فتح الجهاز الجهاز مسكر أبي يفتحها بالفيس اي دي أحيانا يعلق ما يفتر ما يفتح وبالساعة برضو كثير يعلق تعرفون حين في الايوس 14.5 تقدير تفتح الجهاز حقي إذا كنت لابس ماسك بالساعة يعلق ما يفتح عندي كلها بسبب البيت الأول بس تقريبا أشياء الثاني ما في حرارة ما لاحظت بطارية ممتازة بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتركوا في القناة واشتراكوا في حساب بيسام شات شاركوا في ضغطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسون وذل دعاكم والسلام عليكم